موسيقى عدها تعزيزا لللمركزية السوداني يؤكد المضي بإنجاح الانتخابات المحلية والمفوضية تجري اليوم المحاكاة الرابعة أكثر من سبعين هجوما واشنطن تحصي تعرضات طالت قواعدها وتحذيرات من توسع الضربات الأمريكية الاحتلال يواصل مجازره في غزة شهداء بينهم أطفال والعراق يدعو موقف جوتيريش بتفعيل المادة التاسعة والتسعينة موسيقى أهلا بكم إلى نشرة أخبار مفصلة من قناة الرابع وإلى التفاصيل حيث أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني همية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وما تمثله من استحقاق دستوري وتعزيز للمركزية في العراق السوداني خلال استقباله المدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية كونفورت ايرو أوضح أن العراق بات مفتاحا للحلول بعدما قطع شوطا كبيرا في المسار الديمقراطية ومؤكدا أن الحكومة باتت تتمتع بدأة من لإتلاف واسع من القوى السجاسية تجري المفوضية العليا للانتخابات اليوم محاكاتها الرابعة على الانتخابات بممارسة أمنية وقال مصدر المطلع للرابعة أن المفوضية ستنفذ اليوم أمريكا محاكات انتخابية تتزامن معها ممارسة أمنية كاملة استعداد الانتخابات مجالس المحافظات مشيرا إلى أن المحاكات ستجري في الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثانية عشرة ليلا لتحديد نقاط القوة والضعف في الجوانب الأمريكية والفنية واللوجستية أكد عضو كتلة صادقون نيابية على تركيا أن الانتخابات ستجري في موعدها رغم كل الاعتراضات ومحاولات التشويش عليها تركيا في حديث لبرنامج من جهة الرابعة أشار إلى أن الحكومة أعدت إجراءات محكمة لإنجاح العملية الانتخابية ستصير وستمر مثل ما كانت هناك سابقا تهديدات اسمحي لي سابقا كانت هناك تهديدات وأجريت الانتخابات تحت قصف الهوانات والعبوات سابقا ولم تتوقف الانتخابات وأجريت ونجحت هذه الانتخابات ستجري شاء من شاء وأبا من أبا وأي شخص راح يكون مخالف لإجراء الانتخابات سيكون هناك إجراء قانون رادع ستقوم الحكومة العراقية باتخاذه وستكون هناك تفعيل لمذكرات القبض الحالية والسابقة لكل من تسول له نفسه أن يعكر أجواء الانتخابات أعلنت وزارة الداخلية إنهاء استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة الداخلية باسم الناتق العميد مقداد ميري في تصريح لضابع أكد أن الخطط الأمنية على تم الجهوزية وفيما شدد قائد شرطة الرصفة أن الخطة ستكون مقتصرة ومحكمة أجهزة الأمنية اللجنة العليا لتأمين الانتخابات برئاسة العمليات المشتركة أنهت كامل أعمالها من الاستحضارات والخطط الأمنية وتأمين المراكز كل المراكز في عموم أنحاء البلاد أمنت بالكامل فقط ننتظر ساعة التنفيذ لتنفيذ الخطة الأمنية كل الدعم اللوجستي جاهز ومفوضية أيضا أنهت أعمالها فقط ننتظر توقيتات المباشرة الانتخابات إن شاء الله وضعت لها خطة في قيادة عمليات بغداد وتنفذ من قبل قيادة شرطة بغداد الرصافة والكرخ وكافة القطعات الملحقة بها هذه الخطة وضعت بصورة مختصرة ومفيدة هي الغاية من عدت أمين كافة المراكز الانتخابية من قبل القطعات الماسكة وحددت بأطواق ثلاثة طوق للمشيات وطوق لمركز الشرطة والنجدة وطوق للشرطة الاتحادية أو أفواج الطوارئ وهذه الخطة وضعت وإن شاء الله الانتخابات وفق الأوامر قائمة ونحن رجال قانون واجبنا تأمين الانتخابات وننتظر الأوامر تستفحل ظاهرة الجيوش الإلكترونية في ديالة مع قرب موعد الانتخابات المحلية مبدأ الرشقات العالمية والاستبيانات حول من هو الأنسب نتابعها مع مرسلنا في المحافظة ياسر عبد عذاب يشكل الزواب الإلكتروني أداة مثيرة للقلاق مع قرب انتخابات الثامن عشر من كانون الأول الجاري مع لجوء البعض إليه في محاولة لتحقيق غايات وأجندات تحمل مضمونها العام خلق المناكفات والسجالات التي تخدم مشاريعها استطلاعات الرأي والاستبيانات الألكترونية بصراحة استبيانات غير دقيقة ليش؟ لأن تقوم على أساس الرشقات الإعلامية أنا عندي جمهور أو عندي مكتب إعلامي ناشط أصوت أكثر من عشرات المرات لنفس الشخص فبالمحاصلة العامة النتائج اللي رح تظهر نتائج غير دقيقة طبعا نتائج غير دقيقة الشارع تدري الشارع بدأ ما يثق بالنتائج اللي تظهر باستفتاءات الألكترونية ليش؟ لأن أنا أوجهها سموها الاستفتاءات أو الاستطلاعات الرأي الموجهة وهو جزء من الحملات الانتخابية طبعا للتأثير على الجمهور الشاب اللي بعمر التسعة عشرين الاثمانتعاش الشباب اللي يتوهمهم بادين توجهه للتغيير بعد ما يعرف شين التغيير شون يصير ويشوف هذا الاستفتاء اللي يكون برسائل مبطنة يبث بعقله بتكوين عقله الكسب الانتخابي لم يتوقف على الذباب الإلكتروني بكل أبعاده بل ذهب الاستغلال معاناة عدة شرائح ومنهم العاطلون تحت مبدأ رواتب الرعاية لجذب أصواتهم ما قرب يوم الاقتراع هذه سابقة خطيرة أن يكون راتب الحماية الاجتماعية للفقراء أن يكون عن طريق مكتب النائب وما دور دوائرنا اللي موجودة في المحافظة يستغل بشكل كبير جدا ويستعطفون الناخب بهذه الأمور وهذه تحسب على الحكومة وعلى وزارة العمل ودعت كتل سياسية في وقت سابق إلى ضرورة الإسراع بتفعيل القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية من أجل الحد من خطورة الذباب الإلكتروني المدعوم من أطراف سياسية في إشارة إلى خطورتها وتأثيرها المباشر على الجمهور يسرع بالعذاب الرابعة ديالة أكدت حكومة أقليم كردستان العراق عدم وجود مبرر لما تمارسه الحكومة الاتحادية تجاه رواتب الموظفين بيانا لحكومة الإقليم دعا مجلس الوزراء الاتحادية بأعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة لتأمين مستحقات الموظفين لا سيما وأن الإقليم أوفى بالالتزامات المتفق عليها بحسب البيان شدد رئيس الجمهوري عبداللطيف رشيد على أهمية مواصلة الحوار بين الحكومتين الاتحادية والإقليم لحسم المسائل العالقة رشيد خلال استقباله الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد أكد ضرورة تكاثف جميع القوى السياسية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين كما دعا رئيس الجمهورية إلى استمرار الحوارات والزيارات بين بغداد وأربيل لإنهاء كافة الخلافات والوصول إلى حلول جذرية وفقا للدستوري والقانون هذا وتستمر احتجاجات المعلمين والموظفين في محافظة السليمانية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر المحتجون أعلنوا الاستمرار بالإضراب عن الدوام حين استلام مستحقاتهم المالية مطالبين حكومة بغداد بالتدخل وتوطين رواتبهم مركزيا أسوة ببقية المحافظة أكد المستشار السياسي لرئاسة برلماني أقليم كردستان محمود خشناو أن أزمة رواتب الموظفين في الأقليم ليست فنية بقدر ما هي سياسية خشناو في حادث الرابع أضح أن حال موضوع الرواتب يكمن في التوصل إلى اتفاق سياسي دائم بين بغداد وأربيل المشكلة ليس في أن تكون رواتب الموظفين في بغداد أو في الأقليم بالتالي التمويل يأتي من الخزينة الاتحادية لأن الأقليم الآن لا يصدر النفط وليس لديه إرادات نفطية حتى يتم تمويلها لرواتب الموظفين والتمويل يأتي من سلطة الاتحادية بالتالي سواء كانت الرواتب من بغداد أو من الأقليم فهي تمويلها تمويل اتحادي لذلك أنا قلت المشكلة في تعديل المادة إذا عاش من الدستور والوصول إلى تسوية بين الحكومتين بما يتعلق بما بذمتهم من أموال وبما بذمتهم من تنفيذ لقانون الموازنة أنا أعتقد بأن أصل المشكلة هي مشكلة الإرادة والنية السياسية بتخطي هذه المشكلة وليس مشكلة قانونية لكن إذا توصل السياسين إلى اتفاق وركنوا للحكمة والعقلانية بعالجة هذه الأزمة بالتأكيد سيذهبون إلى تعديل القانون الموازنة وبالتحديد المادي داعش وأن ذلك سيتم إخراج وفصل رواتب المنظفين من نفقات الفعلية وستكون ضمن النفقات السياسية أنا ذلك لا تتوجد هذه الأزمة لكن ما زالت أقولها بصراحة ما زالت الحكومة الاتحادية وليس لديها خيار آخر سوى ثلاث دفعات من القروه يعني هذا الاتفاق لكل قرض ولكل شهر كشف عضو مجلس النواف في رأس المسلموي عن حزمة تغييرات وزارية ستجري بعض الانتخابات المحلية وقال المسلموي للرابع عن التغييرات الوزارية ستكون بعض انتهاء الانتخابات بشكل آمن لكي لا يقرأ التغيير سياسيا وإعلاميا وشعبيا على أنه له علاقة بالسباق الانتخابي مؤكدا دعم البرلمان إلى الإجراءات الحكومية لحين استكمال الاستحقاقات الانتخابية كون البلاد مقبلة على استحقاق وطني شعبي من أجل اختيار مجالس المحافظات التي ستشكل الحكومات المحلية رد مجلس القضاء الأعلى دعوة لوزارة الاتصالات يحكم بأحاقية هيئة الإعلام والاتصالات في ترخيص شركات الانترنت مصدر الحكومي ذكر في بيان مقتضب أن القضاء حكم للهيئة باعتماد لأحيات ترخيص خدمات الانترنت ISP الصادرة عن مجلس المفاوضين في الهيئة دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون إلى تشريع تعديل ثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة أن تعديل القانون سيمنحه رئيس الهيئة إصدار قرارا بمنع السفر وحجز الأموال بحق كل من تحوم حوله شبهات الفساد فضلا عن الصلاحيات الأخرى ومن خلاله ستتمكن هيئة النزاهة الاتحادية من منع هروب من تحوم حوله شبهات الفساد أو تهريب أمواله المنهوبة مستغلا مساحة الزمن الذي تستغرقه إجراءات إصدار قرار قضائي بذلك ثانيا تولي رئيس الهيئة إقامة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية للمطالبة باسترداد الأموال أو تسليم المطلوبين طبعا الهاربين خارجا والتعاقد مع شركات التحري ومكاتب المحامات أو أشخاص لتعقب الأموال المهربة والمدانين الهاربين استثناء من التشريعات النافذة لأهمية ذلك في تعقيب وتعقب تلك الأموال والمتهمين والبحث عنهم بغيت كشفها واستردادها أخذين بنظر الاحتبار أنها قد استقرت بحسابات سرية أو مؤسسات اقتصادية غير معلومة لا يمكن الاستدلال عليها دون تدخل أجهزة مختصة بالبحث والتحري على الأموال في تلك الدول تتواصل إجراءات مكافحة الفسد وملاحقة المتوردين بسرقة المال العام لكن تبقى هذه الإجراءات بحاجة إلى دعم سياسي يرفع الغطاء الحزبي عن شخصيات سياسية بارزة من أين لك هذا؟ حملة يتسع محيطها لتشمل رؤساء أو مؤسسي الأحزاب بعد أن مضت فيها هيئة النزاهة بمتابعة الكسب غير المشروع في أرصدة الموظفين والمسؤولين في مفاصل الدولة تعويلات أن تكافح هذه الإجراءات مع نسبته 90% من الفساد إذا ما أقرت تعديل الثاني لقانون الهيئة لا سيما مع ما يتحرك وفقه من أدلة وثائق بغض النظر عن حجم الشخصيات المتورطة بسرقة المال العام خسرنا كثيرا فيما مضى ويجب أن نصحح المسير فيما أتى فإذن نحن بحاجة إلى أجرات سريعة حاسمة دقيقة لا تأخذ من نظر الاعتبار كبرى الشخصية ولا اتجاهها السياسي ولا ضاء فتاة قومية أو دينة هناك بلد بحاجة إلى أن يحدد مساراته بقوة باتجاه النزاهة باتجاه الأداء الأحسن الأداء الأفضل وإذا ما مضت هيئة النزاهة بتطبيق حملة الكسب غير المشروع بحق رؤساء الأحزاب فإن التوقعات تذهب بأن تشهد الفترة المقبلة الإطاحة بشخصيات كبيرة كون هناك الكثير من يؤشر لديهم تضخم بالأموال دعوات أن تستثمرت جهة الحكومية علاقاتها الخارجية لاسترداد الأموال مهربة خارج البلاد وملاحقة المتورطين بسرقة المال العام مصلحة تكاد تكون هي الرابطة الوحيدة بين الدول أو المعيار الذي يربط الدول وهذه ليس بين الدول حتى بين الناس فالمهم هذه العلاقة هي المصالح التي قلتها أنه تستغل وجود مصلحة تلك البلدان في بلدنا لاستعادة الأموال أو الهاربين من الفاسدين وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد بيّن مجلس النواب مساندته لجهود الهيئة والمضيي بتأسيس قاعدة قانونية تمكن مؤسسات مكافحة الفساد ممارسة دورها وحماية العاملين فيها وضمن بيان هيئة النزاهة إن دائرة حملة من أين لك هذا الكسب غير المشروع اتسعت لتشمل موظفين ومدراء عامين ووزراء وشخصيات كبيرة في مختلف مفاصل الدولة مصطفى الوش الرابعة مغداد أكدت وزارة الإعمار والإسكان أن مشاريع فك الاختناقات المرورية ضمن الحزمة الأولى تسير وفق الجدول الزمنية المخطط لها المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار قال إن نسب الإنجاز في المشاريع متفاوتة ما بين مشروع وآخر مبينا أن بعض المشاريع حققت نسب إنجاز متقدمة ومن المرجح إتمامه بشكل كامل في الربع الأول من العام المقبل تتاثر ملاحظات مجلس الخدمة الاتحادية تصحيحها لإكمال إجراءات الطعيين للعديد من الشرائح الخطوات الأخيرة ومراحل إطلاق استمارة التوظيف نتابعها مع مراسلنا أحمد ليث قد أنجز ديوان الرقابة المالية الاتحاد عملية التقاطع الوظيف عليه وأرسلها لمجلس الخدمة وبعد عملية التدقيق من قبل المجلس لجميع بيانات حملة الشهادات العليا والأوائل سلمت الملاحظات التي تم تشخيصها للديوان وبانتظار تصحيحها وإعادة تسليمها للمجلس بعد انتهاء مرحلة التقاطع الوظيفي وكل الملاحظات التي لدى المجلس عن التقاطع الوظيفي بعدها تبدأ مرحلة التحليل العددي والتحليل الوظيفي بناء على الاحتياجات التي واردها من الوزارات والجهات الحكومية بعد هذا عملية التحليل يتم مفاتحة وزارة المالية في حالة أنه يوجد تغير في عملية الاستحداث وبعدها تتم الحصول على موافقة رئاسة الوزراء بإطلاق الاستمارة بعد ما مصلت البيانات للمجلس الأسبوع الماضي مباشرة قمنا بتحليل البيانات وجدنا بعض الملاحظات على جزء من البيانات عكسناها بكتاب رسم الديوان الرقابة المالية أما بقية البيانات فأنتهنا من تحليلها وعكسناها على قواعد البيانات الخطوات الأخيرة التي تسبق مرحلة إطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل الوجبة الثانية باشر بها مجلس الخدمة الاتحادي وهو في طور تحليل البيانات ومعرفة احتياجات الجهات الحكومية ومطابقتها مع الدرجات المستحدثة بطريقة دقيقة منع لحصول أي إخطاء فنية قد تتعرض لها عملية توظيف هذه الشريحة بعد وصول البيانات خاصة بتقاطع الوظيفة من ديوان الرقابة المالية تم تحليل هذه البيانات وجد عدد من الملاحظات التي تم إرجحها إلى ديوان الرقابة بكتب رسمية لغرض معالجة تلك الملاحظات ثم بعدها أرسالها إلى المجلس نقدر نقول أن هذه الخطوات التي تسبق عملية أرسال تلك البيانات إلى وزارة المالية لغرض استحداث الدرجات وبعد وصول بيانات حملة الشهادات العليا والأوائل من ديوان الرقابة المالية لمجلس الخدمة الاتحادي يعمل المجلس الآن على إنجاز المطابقة والتحليل للدرجات المستحدثة مع احتياجات الجهات الحكومية أحمد ليث بغداد قناة الرابعة مواد غدائية ذات جودة عالية وفرها مشروع التغذية المدرسية للطلبة في بابل مرسلنا في المحافظة زيد الشهيب لخصلنا إجراءات وزارة التربية لشمول مدارس أكثر ومساعي نواب بابل بهذا الخصوص لأول مرة في بابل مشروع التغذية المدرسية يطلق في أبي غرق للمرة الأولى في بابل مشروع التغذية المدرسية يدخل حيز التنفيذ حيث ينص هذا المشروع على إضافة مواد غدائية ذات جودة عالية تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة لتجهيز أكبر عدد من المدارس الموجودة في الأقضية والنواحي استطعنا بمساعدة معالي وزير التربية أن نشمل مدارس ناحية أبي غرق ببرنامج التغذية المدرسية واليوم شفنا المدارس أثناء التوزيع وشفنا فرحة الطلاب أتمنى أن يتوسع نعمل الآن لشمول الهاشمية أيضا ببرنامج التغذية المدرسية وسنسعى تباعا لشمول باقي مناطق نواحي محافظة بابل واقضية وتستمر عملية التوسعة لشمول جميع أنحاء المحافظة ضمن هذا البرنامج لأهميته بمواكبة التعليم وتلبية احتياجات الطلبة وخصوصا من الطبقات الفقيرة ممن يكون له دخل محدود مشروع التغذية المدرسية هو إلى فوائد اقتصادية على التلاميذ لعوائلهم فقيرة ومردود أيضا صحيا يكون أنه دائم للحالة الصحية للتلميذ حتى يستوعب المعلومات اللي يأخذها بالمدرسة ومن المؤمل أن تستحصل موافقة وزارة التربية بزيادة التخصيص للمحافظة لتقدمي هذا المشروع زيد شهيب أرابعة بابل كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن ارتفاع الهجمات على القوات الأمريكية بالعراق وسوريا إلى 77 هجوم وقال مسؤول في البنتاجون أن القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار تعرضت إلى هجوم المساء أمس ليرتفع مجموعة الهجمات في العراق وسوريا إلى 77 هجوما منذ 17 من تشرين الأول الماضي تعرض حقل كونيكو الذي يضم قاعدة أمريكية التي تقع قرب الحدود العراقية السورية إلى هجوم صاروخية مصدر أمني قال أن الهجوم تم بصاروخين اثنين وخلف العديد من الخسائر المادية داخل القاعدة بريف دير الزور الشبالية مضيفا أن العملية لم تقع أي خسائر بشرية من المتواجدين أعلنت وزارة داخلية ضبط 22 كيلوغراما من الكريستال وتفكيك شبكة مخدرات مرتبطة دوليا بيان للوزارة ذكر أن القوى المنفذة ألقت القبضة على سبعة من المتاجرين بالجرم المشهود خلال العملية مضيفا أن الإطاحة تمت بعمليتين من فصيلتين نفذت في محافظتي البصرة وذيقار أعلنت مدرية المرور العامة تمديد فترة تسجيل الدرجات النارية بأنواعها كافة إلى نهاية الشهر الجاري وذكر بيان للمرور أنه بالنظر للإقبال الكبير من أصحاب الدراجات لغرض تسجيل دراجاتهم ترسب الاستمرار بتسجيل الدراجات لغاية اليوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري ختم النشر وهذا تذكير بأبرز العنوين عدها تعزيزاً للمركزية السوداني يؤكد المضي بإنجاح الانتخابات المحلية والمفاوضية تجري اليوم المحاكاة الرابعة أكثر من سبعين هجوماً واشنطن تحصي تعرضات طالت قواعدها وتحضيرات من توسع الضربات الأمريكية الاحتلال يواصل مجزيره في غزة شهداء بينهم أطفال والعراق يدعم موقف جوتريش بتفعيل المادة التاسعة والتسعين ختم النشر شكراً لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة